السلام عليكم كل سنة وانتو طيبين وصفتنا النهاردة تعتبر تاني وصفة من حلويات رمضان قبل كده او اول يوم عملنا كنافة بالمنجة حلويات النهاردة هي طبقات الجلاش بالكنافة هنستخدم في حلويات النهاردة كباية لبن ونص كباية سامنة بس ومش هندهن بين الطبقات احنا هنرص الجلاش والكنافة وننزل باللبن والسامنة فوقهم زي ما انتو شايفين كده يعني ما بتاخدش منك اي وقت خالص اول حاجة هنعمل الشربات هنحتاج كبايتين من السكر الكباية دي كباية الشاي العادية وهنضيف عليهم كباية ونص من الميا وكمان هنعصر عليهم نص لبونة ومش هنقلب الميا والسكر خالص احنا هنحطهم على نار متوسطة واول ما الخليط ده يبتدي في الغليان هنسيبه خمس دقيق بالضبط بعد كده نشيله من على النار ونسيبه يبرد خالص ولو ما عندكيش وقت دخليه الفريزر عشان يبرد بسرعة وده نص كيلو كنافة انا جبت الكنافة قبل الفطار ودخلتها الفريزر وسبتها في الفريزر حوالي 3 ساعات وممكن تندخليها الفريزر قبلها بيوم واول ما اتخرجيها من الفريزر تطحنيها بايدك زي ما انت شايفة كده وممكن كمان تطحنيها في الكب بعد كده هنجيب طاصة كبيرة او حلة كبيرة وهنحط فيها معلقتين كبار من السمنة وشوية زيت صغيرين حوالي معلقتين ونسيب السمنة والزيت يسخن شوية بعد كده ننزل عليهم بالكنافة ونفضل نقلب في الكنافة لحد ما تتحمل اهم حاجة التقليب المستمر عشان الكنافة ما تتحرقش ولو عندك قلية هوائية اللي هي الارفراير اغلي فيها بالسمنة والزيت كويس بعد كده دخليها القلية الهوائية اللي بيها مرتين او ثلاثة كل شوية هتلاقيها تحمرت بسرعة رهيبة ولو ما عنديكيش اعمليها البوتاجاز عادي خالص هنفضل نقلب في الكنافة باستمرار لحد ما توصل للون الدهب الجميل اللي انتو شايفينه ده ومعانا نص كيلو من الجلاش او لفة جلاش والجلاش لازم يكون طازة هنحتاج صنية فرن مستطيلة اللي هي مقاسها مقاس ورقة الجلاش وممكن اصغر او اكبر عادي خالص وهنحط في ارضية الصنية حوالي 3 معالق او 4 معالق من السمنة دلوقتي هنرص الجلاش والكنافة اول حاجة هنحط ورقتين ورقتين على بعض بدون ما ندهن بينهم اي حاجة خالص دي كده الورقة الاولى ودي الورقة التانية لو الصنية عندك اصغر من ورقة الجلاش اتني طرفها على قد الصنية بالضبط بعد كده هنحط معلقتين كبار من الكنافة ونفردها على الجلاش زي ما انتو شايفين كده بعد كده نحط ورقتين جلاش كمان وهكذا لحد ما كمية الجلاش والكنافة دي خلص انا كده خلصت دلوقتي هحط اخر ورقتين من اوراق الجلاش هفردهم كده على وش الصنية وهجيب معلقة وادخل الزيادات دي لتحت زي ما انتو شايفين كده بس اتعاملوا معاها بهدوء عشان الكنافة ما تخرجش من اوراق الجلاش بعد كده هنقطع الجلاش هنحط ايد على اوراق الجلاش عشان نسبتها وبالايد التانية نقطع بالسكينة زي ما انتو شايفين كده وده عشان اوراق الجلاش ما تتقطعش ولا تتحرك من مكانها ممكن تقطعوها قطع كبيرة زي ما انا قطعتها وممكن تقطعوها قطع صغيرة انا قطعتها قطع كبيرة بس الافضل تقسمه كل قطع للنص يعني الصنية دي عملت معايا 8 قطع انتو قطعوها 16 قطع افضل لاني بعد ما استوت رجعت قطعتها تاني بعد كده هنجيب طبق ونحط فيه كوباية من اللبن برضو هنستخدم كوباية الشاي العادية ونص الكوباية سمنة مذابة ونقلبهم مع بعض بعد كده بالمعلقة هناخد من السمنة واللبن دول ونحط فوق الجلاش زي ما انتو شايفين كده الاول هنحط السمنة واللبن في كل الفتحات الموجودة في الجلاش مكان التقطيع زي ما انتو شايفين كده وكمان كل الاركان وكل الجوانب وده عشان السمنة واللبن يدخلوا بين طبقات الجلاش عشان احنا مدهناش بينهم وبرضو هنحط من السمنة واللبن دول على وش الجلاش من فوق والباقي نحطه على وش الجلاش من فوق زي ما انتو شايفين كده انا طبعا مشغل الفرن من ربع ساعة وعلى اعلى درجة حرارة هدخل الجلاش على الرف الوسطاني ومشغله من تحت بس لحد ما الجلاش يحمر من تحت ويوصل لللون ده بعد كده هشغل الشواية وهطف من تحت لحد ما يحمر من فوق زي ما انتو شايفين كده هنجيب السكينة ونعيد تقطيعه بسرعة وهو سخن بعد كده نسقيه بالشربات البارد لازم الجلاش يكون سخن جامل جدا والشربات بارد خلص عشان كده قلتلك لو مستعجلة بردي الشربات في الفريزر والجلاش بياخد كل كمية الشربات وبس كده وصفتنا تعتبر خلصت هتجيب السكينة وتمشيها بين قطع الجلاش زي ما انت شايفة كده عشان العسل يدخل في كل حتة فيه ممكن تسبيه يبرد وممكن يتاكل وهو دافي شوية دلوقتي هنشوف طبقات الجلاش والكنافة شكلهم من جوه عامل ازاي الجلاش مورق جدا زي ما انتو شايفين كده ومش لازق في بعضه خالص وكمان قطعة الجلاش نفسها متماسكة مش مهرية خالص زي ما انتو شايفين كده والعسل داخل في كل الطبقات زي ما انتو شايفين كده وطعم الجلاش والكنافة مع بعض جميل جدا اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها وكل سنة وانتو طيبين ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو بالهنة والشفة مقدما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر